هذا واحتفلت مملكة البحرين بتقديم تقريرها الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وبهذه المناسبة جرى تقديم عرض ناضوي على مبنى فندق فور سيزن البحرين الذي اكتس بحلة احتفالية تعكس بصورة واضحة مؤامة برنامج عمل الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة ودمج غاياتها فيه بما يضمن تحقيق أولويات الحكومة في مواصلة النماء والتقدم والبناء على المكتسبات التي حققتها المسيرة التنموية للمملكة لصالح الأجيال القادمة وتضمن تقرير المملكة السعراضا لما أنجزته البحرين في مجال التنمية المستدامة وجهودها لمؤامة ودمج أهداف التنمية المستدامة في برنامج عمل الحكومة وقد قدم وفد البحرين الذي يترأسه سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء قدم ثلاثة ورش عمل تضمنت قصص النجاح التي حققتها المملكة في مجال التنمية المستدامة وتجارب التي يمكن أن تقدمها إلى المجتمع الدولي التناولة الورش ثلاثة إنجازات وزارة الإسكان في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين من خلال عدة خيارات متنوعة إضافة إلى ما حققت كل من هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين من منجزات على صعيد إصلاح سوق العمل ودعم العمالة الوطنية ترجمة نانسي قنقر